إذا كان الـ DNA يمكن أن يتفكك فقد يظهر كسلسلتين طويلتين كهذه تتكون كل سلسلة من وحدات تسمى النيوكليوتي دات وهي التي تشكل الجينات التي تحوي المعلومات الوراثية للفرد تتكون النيوكليوتي دات من مركبات كيميائية تستخدم أربع قواعدهم السيتوزين يشار له بحرف C الثيمين T الأدينين A والجوانين G لا تحدث هذه القواعد إلا في مجموعات محددة لا يتوافق A إلا مع T ولا يتوافق C إلا مع G يشكل التسلسل الطويل المكون من مئات من هذه القواعد جينا واحدا تتحكم الجينات في كل شيء لأنها تشكل شفرات للبروتينات تنسق كل عملية في الخلية تظهر هذه البروتينات في مجموعة متنوعة من الأشكال والأحجام ولها وظائف عديدة وبعضها عبارة عن إنزيمات تحفز التفاعلات الكيميائية تشارك إنزيمات أخرى في هضم الطعام A وتحمل أخرى الأكسوجين في الدم وتبني أخرى الخلايا والأنسجة البروتينات ضرورية للحياة لا تبدو أربعة أحرف أو مركبات كيميائية كترتيب أبجدي كبير لتكوين جميع الأحماض الأمينية والبروتينات اللازمة لكائن حي ولكن المجموعات وطريقة تسلسلها كافية تشكل هذه المركبات الأربعة شفرات 31 ألف جين منهم جميع المعلومات في الجينم البشري ولكنها توفر صفة مميزة لكل فرد باستثناء التوائم المتماثلة يحمل كل فرد DNA مختلفا عن غيره هذه الاختلافات هي التي تعطينا خصائصنا الفردية ترجمة نانسي قنقر